اشتركوا في القناة ازاي بتوجهه ازاي بتتكلم معاه فقال اهم حاجة هنا ان انت تعمل اي حاجة بروح الوداعة يعني بهدوء ويقول ناظرا الى نفسك يعني انا بصدنا كمان تحت الضعف الخطأ اللي وقع فيه ممكن انا اقع فيه زي ما احد الاباء اللي اديسين قال قال اخي سقط اليوم انا اسقط غدا مش انا اسقط غدا يعني لازم اسقط غدا لا انا معرض في اي وقت ان انا اسقط اللي هو اخويا وقع فيه النهاردة انا ممكن في اي وقت اقع فيه لولا نعمة ربنا اللي ستر علي وسنداني يبقى انا لو شفت حد غلطان او حد انا عاوز اعالج الخطأ بتاعه لازم اخد بالي ازاي الحكاية دي تتم بروح الوداعة فيه حاجة جميلة قوي بيسموها سندويتش ميتودا طريقة السندويتش ايه طريقة السندويتش دي على فكرة الطريقة دي مشهورة دلوقتي في العالم انك اما تيجي توجه حد الحاجة غلط بتبتدي بحاجة حلوة فيه وتختم بحاجة حلوة وبعدين في النص تقوله النقطة اللي عاوزة تتغير فيوقات السندويتش حاجتين في وسطيهم الهدف اللي انت عاوزة توصل لي المسيح لو المجد عمل كده مع السامري قال لا لا اعطيني لاشرب حسسها بقيمتها الجميلة انها ممكن تساعده بحاجة في الاخر قال لا هذا قلتي بالصدق لكن هو في الوسط النقطة التصحيح ادي معنى ان انت تعمل حاجة بروح الوداعة وانا اعمل حاجة بروح الوداعة بشوف حد غلطان فزي انا مليان محبة وبقدم له يعني الحاجة اللي انا مش شايفة محتاجة تتغير لكن هو شعر بمحبتي فعلا واخلاصي شعر بان انا برضو شايف حاجات حلوة في حياته مش معنى ان هو عمل حاجة غلط يبقى كله غلط لا بالعكس ده انا بمدحه الاول على الحاجات الكويسة وبعدين بقول بروح الوداعة الحاجة الخطأ ادي معنى كلام معلنة بوليس بقول ايها الاخوة غلط يا ستة واحد ان سبق انسان فاخذ في ذلة ما فاصلحوا انتم الراحين مثل هذا بروح الوداع نظرا الى نفسك لالا تجرب انت ايضا لالهنا كل مجد وكرم الابد امين